جولة حاسمة يمكن من خلال التقرير عارفنا أنه خلاص زي ما بقول لحضراتكو فيه خمس فرق ضمن التأهل لكن فيه فرق كثيرة على رأسها بارسلونة عندها مشكلة كبيرة جدا وعندها يعني تحدي كبير الجولة اللي جاية والجولة اللي بعدها أحمد قبل ما نخش كمان ونشوف المباريات الجولة الخامسة إيه الماتش اللي أنت مستني عشان تشوفه؟ عندنا ماتشات كثيرة جدا في دور الأبطال لكن أنت مستني بالضبط أنهي مباراة عشان تقدر تتفرج عليها يعني انتر ميلان وفكتوريا بلزن دعم مورش بالنسبالي في الوقت الرائن يعني يعني وقع كده حتشوف يعني بارشلونة والبار طبعا لس يعني لأنه كمان هيتلعب قبليه الانتر وفكتوريا بلزن هبقى ملعوب قبليه بساعة ونص تقريبا تقريبا نصاعة ساعة سابعة أه فأعتقد أنه يحدد كل حاجة في مشوار بارشلونة اللي هو أهم ديفيكلت يعني في المجموعات كلها في الوقت الرائن نيوفينتوس برضو الدنيا مش في إيده قوي حتى لو كسب بنفيكة برضو الفرق هيبقى عنده نقطتين وهيحتاج أن بنفيكة يتعصر في مرش تاني ولكن لا في بعض الفرق مصرها مش بإيديها يعني هي لازم تكسب وتستنى كمان نتائج الفرق طب تعالى نشوف أنا وحضراتك والسادة المشاهدين كمان مباراة الجولة الخامسة زي ما بقول حضراتك جولة حاسمة هتبدأ إن شاء الله بكرة ويوم الأربع وكتير جدا مش أحمد بس يعني كتير منتظر مباراة طبعا برشلونة كمان هيعمل إيه هل هيتأهل أو لا طبعا مش بيلي هلاقي بكوبنهاجن سالس بورج مع تشيلسي دورتمون مع منشستا سيتي بي ات جي مع مكابي دينامو زيجرب مع مييلان سيلتيك شاختار بنفيكا يوفينتوس لايبسيك والريال ده إن شاء الله يكون بكرة يوم الأربع إن شاء الله الإنتر مع بكتوريا بيلزين كلوب بروج مع بورتو توتنهام مع سبورتنجليشبون آيكس مع ليبر بول أكليتكو مادريد أمام ليبر كوزين وبرشلونة أمام الباير فرانكفورت أمام مارسيليا ونابولي أمام جلاسكو رينجوس ده طبعا المباراتين أو الجولة اللي جاية الصراع زي ما بنتكلم اتحدد في جهازة مجموعة ولكن يبقى صراع المركز التاني عايز أتكلم معك على مبارات آيكس والليبر بول يمكن آيكس يعني كان مفاجأة بالنسبة لنا إنه في دور المجموعات مقارنة بالموسم الماضي كان يمكن أول فريق يوصل لدور طمني النهاية آيكس السنة دي على غير العادة مع ليبر بول اللي محيرنا معها بصراحة يعني ليبر بول محيرنا بأداءه في البريميال ليج ولكن على مستوى دولة الأبطال أداء أفضل كثيرا من البريميال ليج لأنه يعني غير عادة من الاستقرار الفني اللي تكلمنا عنه في حلقات سابقة بسبب خروج ساد يومانية كابتن فليبر بول هو مش يعني واضح أن التعصرات في بداية الموسم يعني أفقدته البصلة شوية هو داخل الموسم ليه لأنه لو كان داخل يعني بغرض التتويج بالدور الإنجليزي ودور أبطال أوروبا فدلوقتي ممكن المعادلة اختلت شوية لأننا نتكلم على فارق بيوصل لأكتر دلوقتي من 12 نقطة مع المتصدر أرسنل وإحنا لسه في الإسبوع 13 في البريمير ليج وده يعني ما كانش التنفسية لليفر بول مستنية النقطة التانية التعصرات برضو اللي كانت يعني أو تزبزوا بالمستوى خلان سميه كده اللي كان في بداية مشواره كمان في دور أبطال أوروبا أدى أنه هو برغم أن المجموعة حسابيا كانت ميسرة لي إلا أنه دخل في الموت كله في الماتش التالت أو في الجولة التالتة والجولة الرابعة على وجه التحديد عارف يحقق الست نقطة اللي فرقوا جدا في مصيره في المجموعة بالنسبة لأيكز زي ما حضرتك قلت يعني من بعد الموسم الأسطوري بتاع الوصول لنص نهائي الشامبيونز ليج ومن بعد كمان رحيلة نهاج الصف اللي فات لمانشستر يونايتد أيكز أمستردام مع المدرب شلودر يعني وخروج أنتوني بالذات وخروج أكتر من عنصر في الأوقات الأخيرة من أمريكيات ناخدوا الفترة الاستعدادية مع أيكز أمستردام وبعدين انتقلوا للمانشستر يونايتد إذا كان لساندرو مارتينيز أو إذا كان أنتوني فالفرقة يعني متذبذبة لدرجة كبيرة ولكن النقطة اللي ضربت الفريق في مقتل هي الخسارة الكبيرة على ملعب يوهان كوريف أرينا من نابولي 6-1 دي النقطة اللي خلت الموضوع بتاع أيكز يعني غير أنه كمان دلوقتي يوصلين أنه مش في إيده أصلا هو عشان يكسب لازم يكسب لفر بول ولازم يستنى تعصر لفر بول بالهزيمة قدام رينجرز وماعتقدش أنه قدام نابولي أو رينجرز في الجولة الأخيرة وماعتقدش أنه ده هيحصل لفر بول هيقضي يعني بعد ما يتغلب من أيكز كمان هيعجز أنه ياخد نقطة وهو محتاج نقطة واحدة بس فأعتقد حسابيا الأمور محسومة الأمور يمكن قد تكون محسومة لفر بول ولكن زي ما بقولك يمكن هل تعتقد أن لفر بول خلاص بقى تركيزه ولا التارجت الأكبر هو دور الأبطال بعد ابتعاده نسبيا أو بشكل كبير عن المنافسة لأنه نتعارب دايما بيلعب على الجبهتين ولكن قد يكون خلاص دور الأبطال هو الهدف الأكبر بعد طبعا يعني ابتعاده كثيرا عن المنافسة في البريمير ليج الهدف الأكبر وبين قوسين والأسهل للوقت يعني المنافسة في البريمير ليج ما بقيتش يعني متاحة بفوقت كبير لأنه إذا كان أرسنال المتصدر هيتعثر فالمشكلة الكبرى من الوصيف منشستر سيتي مشكلة كبرى من الوصيف اللي بعده مش هيتعثر فأنا أعتقد أن بشكل مرضي لجمهور ليفر بول واليورجين كلوب أنه لدخول المربع الزهبي والوصول لأبعض نقطة في الشامبينز ليج والفوص بأي بطولة من كسل الاتحاد الإنجليزي كسر ربطة أو يجمع بين بطولتين منهم أعتقد أن ده يكون شكل الموسم المرضي فضوء اللي حصل في أول الموسم فضوء تعصرات الكتير اللي حصلت في البريمير ليج كنت ممكن نتكلم كلام تاني لو ما كانتش هزيمة نوتينج همديت حصلت لأنه كان فريق ناشي على مصار هتأثر عليه في المباراة بعد بكرة يعني هتأثر على معنوياته هتأثر على أداءه بشكل كبير ولا هتكون حافظ أنه خلاص يعني خلاص إحنا مش هنخسر في جابيتين ويكون التركيز أكتر على المباراة اللي جاية في الدورة أنا زي ما قلتك كابتن أعتقد مهمة الشامبينز ليج أسهل ولكن هزيمة نوتينج همفورست دي جاية أولا من متزايل ترتيب الدورة الإنجليزي دي نقطة لو ما كانتش حصلت كنا ممكن نتكلم عن ليفر بول قادر أنه هو ينافس تاني على البريمير ليج بعد ما فاز على موتينج تر سيتي ولكن هي نقطتها أنها يعني كسرت حتة يعني كسرت الأداء التصعودي اللي يفر بول بيستنى كل موسم علشان يوصل للبيك بتاعته في يناير أو في فبراير ويبقى فريق من الكبار في أوروبا دلوقتي اللي يفر بول عايز يبني تاني على النتجة بتاعته